موسيقى تحلق الأخبار في مدارات نقرأ واقعها ونتعمق في تفاصيلها ونستشرف ما قد تفضي إليه من أحداث وتطورات وفي حلقة اليوم نرصد معكم بعد إعلان وفاة مقترح الهدنة الأخير سيناريوهات ضبابية لمستقبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة غيوم التوتر تلبد سماء المواجهة بين إسرائيل وحزب الله وقلق أمريكي من الانجراف داخل المستنقع اللبناني أهلا بكم في خضم الحرب المستعرة على قطاع غزة تغلب النظرة التشاؤمية على الحديث عن مستقبل اتفاق الهدنة ومفاوضات تبادل المحتجزين يأتي ذلك في أعقاب تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين تنياهو التي كشفت رسميا عن وفاة اتفاق الهدنة الأخير الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن نيتنياهو أبدأ استعداده للتوصل لاتفاق جزئي مع حماس يتم خلاله إطلاق صراح بعض المحتجزين في غزة لكنها لن تلتزم بوقف إطلاق نار دائم وهو ما يتناقض مع المقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن باعتباره اقتراحا إسرائيليا فضلا عن التناقض مع تصريحات نيتنياهو نفسه أمام الكنيست والذي أكد فيها التزامه بالطرح الذي قدمه الرئيس الأمريكي من جانبها أكدت حماس إصرارها على أن يتضمن أي اتفاق تأكيدا واضحا على وقف دائم لإطلاق النار إضافة لانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة انهيار مقترح الهدنة الأخير يفتح الطريقة أمام العديد من السيناريوهات في ظل إعلان نيتنياهو قرب انتهاء العمليات العسكرية المكثفة في غزة السيناريو الأول يتمثل في خفض وطيرة العمليات العسكرية لفترة من الوقت لنقل الثقل العسكري إلى الجبهة الشمالية في حين يتمثل ثاني السيناريوهات في التوصل إلى اتفاق جزئي هاش أو تهدئة مؤقتة على غرار الهدنة الأولى أما ثالث السيناريوهات فهو استمرار التصعيد العسكري وارتفاع وطيرته وبالتالي فإن سيناريوهات الحرب تظل مفتوحة على جميع الاحتمالات حيث يمكن أن يتفاقم النزاع إلى مواجهات أكثر حدة أو ربما تشهد الساحة السياسية محاولات جديدة لإحياء مفاوضات الهدنة ويبقى الأمل معقودا في أن يجد الوسطى والمجتمع الدولي حلا لتجنيب المدنيين المزيد من ويلات الحرب اشتركوا في القناة نفتح النقاش في هذا الموضوع بتفاصيله وزواياه المختلفة مع ضيفينا من الناصرة الباحث في الشؤون الإسرائيلية سيد محمد زيدان ومن عمان الأكاديمي والوزير السابق الدكتور أيمن المشاق بأهلا بكما معنا في هذه الحلقة من برنامج مدار الغد أبدأ معك سيد زيدان من نصدق نتنياهو على القناة الرابعة عشر الإسرائيلية أم نتنياهو أمام الكنيسة عند حديثه عن اتفاق الهدنة؟ يعني مساء الخير أولا لك ولضيفك الكريم نصيحتي لك لو سألتنيك نصيحة قلت لا تصدق نتنياهو الأول ولا نتنياهو الثالث لأنه دائما هناك في قبعة هذا الساحر نتنياهو آخر يأتيك بالمقترحات التي تناقض في كل مرة ما يقوله بنيمين نتنياهو من وجهة نظره يمر الآن في مرحلة قد تبدو من الخارج حاسمة ولكنها تتماشى مع السيناريوهات التي أعدها منذ بداية هذه الحرب والتي تتمثل في أهداف الحرب والتي تظهر بشكل واضح على أن بنيمين نتنياهو لا يرغب بإنهاء الحرب إذا كان هذا الهدف هو الهدف النهائي لبنيمين نتنياهو فإنه لن يوفر أي إمكانية من أجل تخريب أو الخروج من أي محاولة لوقف هذه الحرب وتخريب أي محاولات للتهدئة تصريحاته قبل يومين كانت على الكناء 14 قناة المستوطنين أكثر الكنوات يمينياً بإسرائيل وكان يخاطب البيس الانتخابي لبنيمين نتنياهو ويقول لهم بأنه سيستمر في الحرب سيواصل مقاتلة حماس حتى تدميرها شعارات حسم الحرب وإنهاء حماس كل هذا الخطاب الذي يدغدغ المشاعر الشعبوية للمجتمع الإسرائيلي ولقاعدته الانتخابية وفي المقابل اليوم هو تحدث أيضاً للولايات المتحدة الأمريكية بوجود جلنت بنيمين نتنياهو يلعب منذ بداية الأسبوع أو يحاول أن يصرح تصريحات يعني قد تسلب من جلنت أي محاولة لإظهار أي إنجاز ما في محادثاته في الولايات المتحدة وبالتالي فهو يتلاعب بهذه القضايا مرة بقضية الأسلحة والآن بقضية المفاوضات وغداً قد يكون إذن يجب علينا أن لا نصدق نتنياهو في جميع حالاته سواء كان عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية أو في التصريحات أو أمام الكنيسة الإسرائيلي ولكن هي تصريحات مهمة في قضايا حساسة هذه المرة بهذه النقطة ننتقل إلى معالي الوزير ضيفنا من عمان السيد المشاقب سيد المشاقب التناقض في هذه التصريحات التي تابعناها من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي رئيس مجلس وزراء الحرب المستمرة على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي باعتقادك هذه التناقضات ما دوافعها الحقيقية؟ نعم يعني زي ما تفضل الزميل من فلسطين أنه شخصية نتنياهو شخصية نرجسية شخصية مراوغة شخصية كاذبة فهو يعطي بحديثه لكل مجموعة الحديث الذي يرضيها فحديثه على القناة 14 هو أرضاء لليمين المتطرف وحديثه اليوم في الكنيسة مختلف تماما عن الكلام الذي حكاها بالأمس وبالتالي أهدافه هو الاستمرار في الحكم في إسرائيل في رئاسة الوزراء والحفاظ على الاعتلاف الحكومي والحفاظ على التجمع الموجود في الكنيسة من 64 صوت وبالتالي هو أهدافه شخصية لا علاقة لها بالسياسة الإسرائيلية أو التوجه الإسرائيلي بشكل عام هو يلعب أوراق على الجميع حتى على الولايات المتحدة هو تحدى الرئيس بايدن ويبدو أن الإدارة الأمريكية منزعجة وغير مرتاحة للتصرفات والسلوك المتعلق بجحدان المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة حسكريا وسياسيا ودبلوماسيا وماليا لإسرائيل وبالتالي نحن نتعامل مع شخصية مراوغة شخصية لا يعرف إلا ظله أو لا يعرف إلا نفسه ولا يهمه الآخرين وحديثه حتى بالأمس أنه على صفقة صغيرة يستعيد بها جزء من المخطفين ويعيد الكرة ثاني مرة بالحرب على الفلسطينيين في قطاع غزة هو هدفه إرضاء أو محاولة لإظهار أنه يريد السلام هو لا يريد السلام لا يريد قيام دولة فلسطينية مستقلة هو في حالة جنون العظمة واضح معالي الوزير إذن في حالة جنون العظمة في ضوء التصريحات المتناقضة سأعود إلى هذه النقطة ولكن أذهب مباشرة مجددا إلى ضيفنا من الناصرة سيد محمد زيدان هل تتفق ما قاله معالي الوزير ضيفنا من عمان والآن هناك رؤية واضحة بالنسبة لمستقبل الحرب على قطاع غزة باتت شبه أكيدة أن إسرائيل تريد مواصلة الحرب على قطاع غزة كما قال نتنياهو اليوم يريد الإفراج عن كل المحتجزين سواء كانوا أحياء أو أموات إلى إسرائيل لكن هذا الوضوح في الرؤية لا يعبر عنه بشكل واضح من قبل القيادة السياسية أو العسكرية في إسرائيل ليس نتنياهو وحده الذي يتحدث بذات الصورة وتتقلب ربما التصريحات خلال الأشهر الماضية بخصوص استمرار الحرب واليوم التالي لماذا؟ يعني أعتقد بأن الوصف دقيق لأنه بن يمين نتنياهو يستعمل هذه الاستراتيجية التي يمكن أن نسميها استراتيجية التضليل بأن معنى أنه يصرح تصريحات متناقضة تناسب الجمهور الذي يتحدث وتناسب التوقيت يعني حتى لنفس الجمهور كان يتحدث برسائل متناقضة في أوقات مختلفة وفقا للأهداف العينية في الزمن المحدد الذي يتحدث به اليوم كان هناك أيضا تصريح لهارتس هاليفي قائد الأركان الذي ذهب إلى الوحدات العسكرية في غزة وتحدث هناك بأنه يعني ذكر جملة محورية قال فيها بأنه نحن نقترب من إنجاز مهمتنا العسكرية كان هناك إشارات خلال الأيام الأخيرة على أن هناك توجه لدى القيادات الأمنية وقد تكون في ذلك مختلفة تماما عن رغبات بن يمين نتنياهو كان لديها رغبة بأن تحدد جدول زمني لإنهاء العمليات العسكرية عزم يعني في إسرائيل المستوى الأمني الإسرائيلي يعيش أزمة حقيقية في ظل يعني متواصلة منذ السابع من أكتوبر في تحديد أهداف الحرب في تحديد المصارات تحديد العمليات الفعلية الانتقال من مكان إلى آخر والآن الجيش يتحدث عن تخوفه المركز بأنه الآن ننتقد إلى حرب استنزاف وهو ما لا يريده الجيش يعتبره يعني كابوس بالنسبة للجيش أو الذهاب لما يريده بن يمين نتنياهو بمعنى إنهاء العمليات المكثفة دون اتفاق يهدنا بالتالي ترك الحرب مفتوحة وهذا يعني بأن الجيش سيبقى منشغلا في غزة إلى فترة زمنية طويلة في حين يتم الحديث الآن أيضا عن تأزيم الجبهة الشمالية مع حزب الله واضح مع الوزير أنتقل لك ضيفنا من عمان إذن هناك سيناريوهات عديدة لمستقبل الحرب على قطاع غزة دون وضوح في الرؤية كيف سيتم التعامل مع هذا الأمر ولكن تصريحات نتنياهو اليوم ألا تعكس أن هناك شرخا حقيقيا في الموقف الإسرائيلي أيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالحرب على غزة؟ نعم نعم هناك توظيف أساسي للعلاقة بين نتنياهو من جهة وبايدن من جهة لأنه هناك تفضيل لدى نتنياهو بعودة ترامب إلى الحكم ومن الأهداف والأشياء التي يسعى إليها نتنياهو هي استمرار الحرب إلى انتهاء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة ويعني زي ما ذكرت أنا قبل قليل هناك عدم ارتياح وعدم وانزعاج من الإدارة الأمريكية تجاه الأقاويل والتصرفات التي يقوم بها نتنياهو نتنياهو الآن هو لا يريد إيقاف الحرب هو الآن سيطر على محور فيلادلفي تم اشتياح كامل قطاع غزة وبالتالي لم يتم تحقيق الأهداف الأساسية التي أعلنت وهي القضاء على حماس إعادة المختطفين الآن لديهم استراتيجية أخرى جديدة في الهيمنة العسكرية على شمال قطاع غزة والاستمرار في الهيمنة على محور فيلادلفيا بالإضافة إلى معبر رفح بالإضافة إلى وضع منطقة الجنوب في غزة تحت نيران المدفعية أو العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة جميع الأهداف التي أعلنتها إسرائيل من 7 أكتوبر إلى اليوم لم تتحقق على الرغم من أن القوات الإسرائيلية احتلت كامل قطاع غزة وبالتالي الآن ما يخيف المؤسسة العسكرية هو زي ما تفضل الزميل أن تكون هناك حرب استنزاف وعمليات إغارة من قبل قطاعات حماس على القوات الإسرائيلية من ما يؤدي إلى خسائر كبيرة داخل المجتمع لكن اللي أقوله أنا أنه في الولايات في إسرائيل لا يوجد سياسة خارجية يوجد سياسة داخلية وهي التي تعكس توجهات التعامل مع الآخرين الآن صورة إسرائيل في العالم سيئة للغاية هناك احتمال عالي أن محكمة الجنائية الدولية تصدر قرارها باحتجاز نيتنياهو وقلنت وهذا سيؤدي إلى عدم دخول هؤلاء 143 دولة في العالم وبالتالي اللي أقوله أنا أنه إسرائيل إسرائيل يعني حتى يعني عندما قالت أنها ستنهي العمليات في الجنوب وتتجه نحو الشمال فعملية وضع المنطقة تحت مضلة المضلة العسكرية والحروب يعني هذا غير إيجابي لأنه ستؤدي إلى عسكرة المنطقة وإلى الحروب في المنطقة وإذا خاضر وإذا عذرا المقاطعة أطلنا على ضيفنا السيد محمد زيدان يعني في هذه الجزئية تحديدا ما أشرت إليه موضوع عسكرة منطقة الشرق الأوسط فتح عدة جبهات في آن واحد ضفة الغربية قطاع غزة أيضا الجبهة الجنوبية للبنان لكن ما الذي يريده نيتنياهو الآن والمؤسسة العسكرية والسياسية في إسرائيل سيزيدان من هذا المشهد المتصاعد للغة الحرب والحرب فقط يعني لا شك بأنه هناك خلاف واضح في المصالح ما بين المستوى الأمني العسكري والمستوى السياسي المستوى العسكري من وجهة نظر يدفع منذ شباط الماضي للذهاب إلى اتفاقية هدنة واتفاق وإعادة المهجرين وإعادة المحتجزين بعد عملية رفح أعتقد بأن المستوى العسكري الآن ليس لديه شيء جديد ليقدمه وهو يشعر بالخطر جراء الثمن البشر الذي يدفعه بشكل يومي على المستوى السياسي بن يمين نتنياهو الآن بعد أن تخلص من جانس وأيزينكوت في مجلس الحرب الآن يجلس في حكومة مريحة جدا له لديه جراء أكثر تطرفا منه وبالتالي هو يشعر بأنه يستطيع أن يناور في مدى استمرار وإطالة أمد هذه الحرب كما يشاء بن يمين نتنياهو الآن فقط للتصوير لنفهم الأزمة الحقيقية في إسرائيل بن يمين نتنياهو والليكود هو يسار حكومة إسرائيل الحالية لأنه هو الأكثر تعقلا في هذه الحكومة إذا صح التعبير إذا كان بن يمين نتنياهو هو الأكثر يسارية إذن يمكن أن نتخيل مدى الجنون الذي تعيش هذه الحكومة مع وزراء متطرفين يتحدثون عن الاحتلال الدائم يتحدثون عن الاستيطان يتحدثون عن الإبادة يتحدثون عن التهجير بشكل علني يعني كبرنامج سياسي لهذه الأحزان هناك توجه أو محاولة لدى هذه الخيارات اليمينية المتطرفة لاستكمال سيطرتها على مفاتيح الحكم بعد أن تحكمت في الكنيسة والحكومة والجهاز القضائي والوزرات الآن هناك محاولة أيضا للسيطرة على القيادات العسكرية بمعنى جهاز المخابرات الموساد القيادة العامة للجيش وبالتالي تحكم سيطرتها على هذه المؤسسات بعد أن أصبحت هي التيار الغالب في المجتمع الإسرائيلي واضح سيد زيدان ما تقول في هذه الجزئية لكن هناك ربما قراءة أخرى نتابعها مع معالي الوزير ضيفنا من عمان فيما يتعلق برهان نتنياهو في هذه المرحلة على الرغم من كل الممارسات التي يقوم بها داخليا وخارجيا التصريحات المتناقضة بين مؤسسات الجيش وأيضا مجلس الحرب على صعيد سياسي نلحظ أن هناك رهان ما الآن يستند إليه نتنياهو هل يستند معالي الوزير نتنياهو في كل هذه المواقف على الإدارة الأمريكية على الرغم من الذي يظهر أمام العالم أن هناك تناقض في الموقف الأمريكي الإسرائيلي وخلاف ربما شكلي في هذه القضية هل بالفعل نتنياهو يراهن على إدارة بايدن في كل ما يفعل؟ سيدي يعني هو يراهن أولا على اليمين المتطرف والمتشدد الذي يشكل الائتلاف الحكومي وبالتالي اعتماده على اليمين المتطرف والصهيونية الدينية والأعزاب الدينية الموجودة معه التي تحمل هذه الحكومة اليمينية المتطرفة ويمكن أختلف مع زميلي أنه نتنياهو أصلا ليس على يسار الليكود هو دائما في قلب الليكود وفي قلب اليمين المتطرف إبان منذ استلامه لرئاسة الحكومة قبل حوالي عشرين سنة وبالتالي هو يميني متطرف وهو يعني يؤمن بالأبعاد الدينية المتطرفة الموجودة ويمكن تربيته وتربية والده التاريخي أو أستاذ التاريخي مؤشر على هذا الأمر المهم في الأمر هو يعتمد على اللوب الصهيوني المتواجد داخل الولايات المتحدة لأنه هناك الآن فترة انتقابات رئاسية داخل الولايات المتحدة وبالتالي الحزب الجمهوري هو يعني الأقرب إلى التوجهات اليمينية المتطرفة لدى إسرائيل ويمكن دعوة نتنياهو إلى إلقاء القطاب في الشهر القادم في الكونغرس جاءت من الجمهوريين في الولايات المتحدة والهدف منها هو إظهار مدى الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة هناك بعد استراتيجي جذري بين الولايات المتحدة وإسرائيل ولاحظنا في 14 أبريل عندما تصدت القوات الأمريكية والطيران الأمريكي للطيران والصواريخ الإيرانية التي اتجهت نحو إسرائيل وبالتالي الولايات المتحدة اليوم هي شريك فعلي وشريك فاعل وكبير في كل العمليات العسكرية إن كان بالبحر الأحمر أو إن كان في البحر المتوسط ولكن الإدارة الأمريكية تحذر إسرائيل من التوجه نحو الشمال خوفا من عملية التصعيد في المنطقة وجر المنطقة إلى حالة حرب لأن إيران لن تقف مكتوفة العيدي لو تضررت حزب الله كذلك الحجد الشعبي في العراق والحجد الشعبي في سوريا بالإضافة إلى الحوثيين والبعض يصف هذه العلاقة وهذه التحذيرات الأمريكية لإسرائيل عذرا المقاطعة بأن الولايات المتحدة تخشى على إسرائيل من نفسها وتخشى على إسرائيل من قيادات اليمين المتطرف الذي يتزعمه اليوم نتنياهو في مشهد الحرب المستمرة في منطقة الشرق الأوسط قطاع غزة وفتح الجبهة مع حزب الله واضح ما تقول بما ذكرت أذهب إلى السيد محمد زيدان في جزئية أيضا ضمن المحاور معنا في هذا النقاش موضوع المفاوضات مفاوضات الهدنة حركة حماس بعد تصليحات نتنياهو أكدت بشكل واضح على التمسك بمقترح بايدن كأساس لعملية التفاوض فيما يتعلق بالوقف الدائم لإطلاق النار إضافة إلى تفاصيل الأخرى ضمن الصفقة المركبة التي اخترحها بايدن بلسان إسرائيل كما أشارت التقارير ما مصيرها هذه المفاوضات؟ هل يمكن للوسطاء اليوم أن يقوموا بلعب دور أكثر قوة وحزما لسد الفجوات وتذويب هذه المسائل من أجل التوصل إلى اتفاق؟ كل الولايات المتحدة الأمريكية لأن الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الأمريكي يملكان كل القوة وكل القدرات على أن تفرض على إسرائيل ليس فقط الذهاب إلى اتفاقية هدنة وإنما أيضا وقف الحرب أنا أتفاق مع التقدير ضيفك الكريم بأن الولايات المتحدة هي شريك كامل في هذه الحرب وهي تلعب ما بين محاولات بن يمين نتنياهو أن يتلاعب في المصالح الأمريكية لأن بن يمين نتنياهو لديه تاريخ حافل من التلاعب بهذه المصالح هو يعتبر نفسه أكثر من يعرف النظام السياسي في أمريكا لديه علاقات في الكونغرس وهذه الدعوة إلى الكونغرس جاءت رغما عن بايدن ورغما عن الإدارة الأمريكية وهي تعيد سيناريوهات سابقة هذه المرة الرابعة التي يدعى للقطاب أمام الكونغرس وفي كل مرة كان يستقبل استقبال الأبطال رغما عن معارضة الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بالهدنة نتنياهو متمسك حتى الآن بأن الهدنة هي مرحلة من مراحل الحرب بمعنى أنه يريد أن يواصل الحرب مباشرة بعد استعادة المحتجزين الشروط التي تضعها حماس أعتقد بأنه لا يوجد أي عاقل على وجه الكرة الأرضية يمكن أن يقبل أن يفرج عن المحتجزين وهو يعرف مسبقا بأنه مباشرة بعد ذلك ستواصل إسرائيل عمليات الإبادة والقتل وبالتالي يبدو بأنه على الرغم من تصريح اليوم بأنه هو يوافق على خطة بايدن التي هي خطة إسرائيلية بالأصل والتي هي مؤسسة أيضا على المقترح التي رفضته إسرائيل في أيار وقبلته حماس قبل ذلك وبالتالي لا أستغرب ولا أستبعد بأن يكون بن يمين نتنياهو بعد أن يتم البحث في هذا المخطط أن يذهب إلى شروط أخرى أو إلى تفسيرات أخرى أو مراوغة تطيل أمد هذه المفاوضات أو قد تؤدي إلى إنهاء الهدنة حتى أو الحديث عن الهدنة بشكل نهائي البحث الشؤوني الإسرائيلية كنت معنا من الناصرة محمد زيدان شكرا جزيلا لك وشكر موصول ضيفنا من عمان الأكاديمي والوزير السابق الدكتور أيمن المشاقب شكرا جزيلا لكم برنامج مدار الغد متواصل معكم وفيه بعد الفاصل غيوم التوتر تلبد سماء المواجهة بين إسرائيل وحزب الله ومخاوف أمريكية من الانجراف داخل المستنقع اللبناني أهلا بكم في قلب الاضطرابات التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط يتجدد شبح المواجهة بين إسرائيل وحزب الله مهددا بإشعال فتيل حرب شاملة قد تتسع رقعتها ما يتير مخاوف الأمريكيين من الانجراف داخل مستنقع صراع ليس له من نهاية واضحة الأمر الذي يثقل كاهل الولايات المتحدة بتعقيدات عسكرية وسياسية في فترة حساسة تسبق السباق نحو البيت الأبيض فالتاريخ الحديث يقدم أمثلة كثيرة على كيف يمكن أن تؤدي تحركات غير محسوبة في الشرق الأوسط إلى عواقب وخيمة ليس فقط على دول المنطقة بل أيضاً على الأطراف الدولية المتورطة ترجمة نانسي قنقر أفتح النقاش في هذا الموضوع مع ضيفينا من بيروت نائب رئيس الأركان للعمليات بالقوات المسلحة اللبنانية سابقاً سيادة العميد حسن جوني ومن واشنطن مساعد مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية سابقاً السيد بول بيلار أهلاً بكما معنا عبر شاشة الغد في المدار سيادة العميد ضيفينا من بيروت أبدأ معك والتوصيف الحقيقي الآن لدور واشنطن في احتواء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله وضبط إيقاع المواجهات من وجهة نظري أهلاً بكم الحقيقة الموقف الأمريكي الآن هو الموقف الذي نبحث عنه دائماً وخاصة في هذه اللحظات الحرجة لكي نفهم مآل الصراع واتجاهاته وهنا أريد أن أقول أن هذا الموقف الأمريكي الحقيقة يعني يأتي إلى حد ما متبايناً تجاه الصراع وتجاه احتمال تطور الصراع متبايناً وفقاً للتصريح التي والبيانات التي تصدر من هنا ومن هناك والمواقف التي تصدر من الشخصيات الأمريكية المتنوعة والمتعددة وهي طارة تشير وتوحي إلى أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل في حال قررت توسعة الحرب ومهاجمة حزب الله وطارة أخرى يأتي الموقف مختلفاً إلى حد أن أمريكا الولايات المتحدة لا تستطيع أن تقف إلى جانب إسرائيل تماماً كما صرح اليوم وزير الدفاع الأمريكي وقال أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تقف إلى جانب إسرائيل في حال دخلت في حرب مع حزب الله لأن لها مصالح في الشرق الأوسط وإلى ما هناك فإذن الموقف الأمريكي أستطيع أن أقول أنه حتى الآن ليس واضحاً وليس حاسماً تجاه احتمال دعم إسرائيل والموافقة لإسرائيل على القيام بتوسعة الحرب ومهاجمة لبنان ولذلك رأينا اليوم وزير الدفاع الإسرائيلي أو الأمس ذهب إلى الولايات المتحدة لإقناع المسؤولين بمساعدة الولايات المتحدة بمساعدة إسرائيل والإفراج عن صفقة الأسلحة ودعم العملية العسكرية وتداعياتها في المنطقة ليس واضحاً أو حاسماً الموقف الأمريكي من التصعيد بين إسرائيل والحزب ودخول الولايات المتحدة على طريق المواجهة ودعم إسرائيل في أي مواجهة مقبلة سيد بيلار أنتقل لك هل تتفق مع ذلك؟ يعني كيف يمكن فهم أنه وسيط يلعب دوراً محورياً في أزمة كهذه بين الحزب وإسرائيل في ذات الوقت تشدد التصريحات الأمريكية على الوقوف كتفاً بكتف مع إسرائيل في أي مواجهة في الشرق الأوسط؟ في الحقيقة السياسة الأمريكية وفقاً لإدارة رئيس بايدن ستكون متشابهة لكل السياسات التي رأيناها في السابق فيما يتعلق بالنزعات في منطقة غزة وفي كتاعة غزة ألا وهي دعم إسرائيل وكما ذكر سيد هاكستاير وأوضح في بيان لعملية الوساطة أن هناك دعم لتحرقات إسرائيل تجاه لبنان وفي نفس الوقت نحن نقول أن هناك أيضاً عدم وضوحة في الأراء وهناك تناقض لأن هناك بعض الأراء تكون هناك دعم لإسرائيل في حالة مقامت بهجوم وفي نفس التصريح نرى أنهم لا يرغبوا في أن يكون هناك أي توسيع لرقعة الحرب أرى أن هناك تناقض قلي ويبدو أن هناك سياسة رادعة حيال التدعيات ولكن أن نقول أن الولايات المتحدة ستقوم بدعم إسرائيل في هجوماتها هذا فقط من شأنه سيزيد من التصعيدات وتوسيع رقعة الحرب ما الذي ترجحه سيد بيلار هل ستتخلى الولايات المتحدة عن إسرائيل في هذه المواجهة ونتنياهو لم يصمت رئيس الوزراء الإسرائيلي على تأخير شحنة أسلحة مقدمة من الولايات المتحدة بزنة ألفين رطل إضافة إلى خمسمائة رطل وهي نقطة في بحر مساعدات كيف لإسرائيل حينها أن يكون الموقف مع الولايات المتحدة في حال تخلت الولايات المتحدة عن دورها الداعم إلى أبعد مدى دون سقف لإسرائيل في مواجهة حزب الله الولايات المتحدة الأمريكية ووفقا لإدارة ترئيس بايدن لن تتخلى عن إسرائيل هناك كما نعلم أن هناك حزمة الأسلحة بالألفين رطل كما ذكرت في حديثك تبرهن على أنه لن يكون كتخلي لا أتوقع في الحقيقة أن إدارة بايدن ستعرق الأية من الدعم العسكري لإسرائيل ولا أعتقد أننا سنشهد أي تكرار لأوضاع التي رأيناها في المنطقة المجاورة لقطاع غزة أعتقد أعتقد أننا ما سنشهده سيكون هو نفس السيناريو الذي تكون به واشنطن دائما مع إسرائيل ولكن إسرائيل ستحظى على ما تريده من الولايات المتحدة الأمريكية سيادة العميد ماذا نفهم من إجابة السيد بيلار وعلى خلاف ما رجحت قبل قليل الموقف الأمريكي يبدو واضحا عدم التخلي عن إسرائيل في مواجهة حزب الله يعني هو أكد على أن الموقف الأمريكي هو عدم التخلي ووزير دفاع الولايات المتحدة أكد اليوم أن الولايات المتحدة لن تقف إلى جانب إسرائيل يعني لست أنا من يخالفه الرأي إنما وزير دفاع الولايات المتحدة من يخالفه الرأي اليوم في موقف واضح وصريح يعني وكان موقفا لافتا ومبررا هل تتقبي وزير الدفاع الأمريكي سيدة العميد يعني ليس الموضوع موضوع ثقة هو بالنهاية وزير دفاع هذه الدولة التي إذا كان هناك فعلا نية في الدعم العسكري لإسرائيل سيكون هذا الدعم سيمر عبر وزارة الدفاع الأمريكية وإلا فنحن أمام مشكلة في النظام السياسي في الولايات المتحدة يعني نحن منزمون بالنظر إلى هذه الدولة على أنها دولة يعني مستقيمة ووزير الدفاع هو الذي يعكس سياسة الدولة فيما يتعلق بالدفاع تمام واضح سياسة العميد هذا الأمر فعلا أمر نعم إذن وزير الدفاع الأمريكي هو من ذكر ذلك سيد بيلار ضيف من واشنطن كيف تردون أعتقد أن أعتقد أن جميع تساءل حول وزير الدفاع الإسرائيل الذي أتى إلى واشنطن حول ما يحدث في مناقشات التي قريت فيما يتعلق بإمكانية شن هجوم وحرب مع لبنان أعتقد أن هناك بعض المارسات في هذا الشأن ولكن هناك أيضا تأكيدات تم تقديمها بشكل خاص وأخرى بشكل عام ولكن في حقيقة ما يقلقني هو إذا كان لدينا غزو في الأسبوع المقبل أو في شهر المقبل من إسرائيل إلى لبنان حينها سنقول أن هناك تورط للولايات المتحدة أمريكية ليس فقط في الدعم العسكري فحاسم بل حتى في وضع خطة مسبقة في الحقيقة لا أدري إذا كان هو حقيقة الأمر أم لا ولكن أتوقع أن هذا هو الفهم الذي لدي تمام ابقى معنا سيد بيلار سيد العميد حتى ننتقل إلى نقطة أخرى ضمن الحوار في هذه الفقرة زيارة سن الأخيرة إلى المنطقة إلى تل أبيب وإلى بيروت الاجتماع مع قيادات سياسية من أجل ضبط إيقاع الحدود عدم الانجرار والانزلاق نحو حرب واسعة على لبنان باعتقادك هل فشلت هذه الزيارة بمسمى دبلوماسي اليوم وتم رسم قواعد اشتباك جديدة بين الحزب وإسرائيل الحقيقة لا نستطيع أن نقول أنها فشلت لم يعلن فشلها حتى الآن ولكن هناك مؤشرات وتصاريح من السياسيين المسؤولين وخاصة في لبنان واليوم دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري بتصريحه عندما قال أننا كنا ننتظر إجابة من هوكشتاين بعد زيارته إسرائيل لم تأتي هذه الإجابة وهذا أمر مقلق يعني هناك إشارات توحي بأن هذه المهمة تعثرت ولكن لا يزال أعتقد الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية التي لن تغلق الدبلوماسية لن تغلق برأي أنا وستبقى وسيزداد زخمها لأننا الآن نحن في مرحلة عد أصابع يعني في المرحلة النهائية لعد الأصابع بالنار وهذه المرحلة يعني هنا الدبلوماسية ستفعل أو ستجهد لتفعل أقصى طاقتها وأنا أعتقد أن الولايات المتحدة فعلا هي تريد أن تنهي الأمر بتسوية معينة ولذلك هناك جهد كبير ما شكل هذه التسوية يبذل من قبل يعني السيادة العميد هناك تساولات عن التسوية ما هي وأضع الحزب بل سيقبل بها يعني هذا هو الملف الأبرز الآن والذي يصعب ويعقد المسألة نعم الحزب يربط كل مساعد تسوية في لبنان بأصل النزاع وهي غزة والصراع في غزة وهذا أمر يعني فهمه الأمريكيون وفهمه هوكشتاين وهو يعمل انطلاقا من يعني قبوله بأن حل الأمر في جنوب لبنان يلي يلي حل الأمر في غزة لذلك التسوية التي قصدتها هي في غزة في غزة والتي ستنسحب على جميع جبهات المنطقة أما كيف سيكون شكل هذه التسوية كنت أقول لك قبل ذلك أن هناك جهود تبذل مع دول متعددة مثل قطر ومصر والأردن وغيره للضغط على حركة حماس لكي تبدي مرونة أكثر في القبول بهذه التسوية التسوية طبعا أنت تعرف أو الجميع يعرف أنها عالقة عند نقطة وقف نهائي لإطلاق النار أو تمديد المرحلة الثانية لفترة طويلة يعني يستعاد عن الوقف النهائي لإطلاق النار بمرحلة طويلة من وقف إطلاق النار الأمور يعني لا تزال قيد البحث قيد البحث والجهد التسوية فيما يتعلق بالجبهة الجنوبية للبنان ما الذي يمكن أن يطرح اليوم ويتم الموافقة عليه يعني في مرحلة متقدمة على فرض أنه حماس تواققت والحرب انتهت في غزة ما المفترض أن يكون حين نعم الأمر سهل جدا على الجبهة الجنوبية جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة الأمر سهل جدا تمام أي تسوية أعتقد أنه أنه تم البحث بركائز هذه التسوية في جنوب لبنان على خلفية وروحية القرار 1701 وهذا ما أكد عليه المسؤولين المسؤولين اللبنانيين أو المسؤولون اللبنانيون اليوم تحديدا الرئيس نبيه بري أكد أن القرار 1701 أننا جاهزون لتطبيقه فيما قررت إسرائيل تطبيقه النقاط العالقة سيدي في جنوب لبنان النقاط الثلاثة عشر العالقة وفيها عدد من النقاط قد حل سابقا وبقي حوالي سبع نقاط هي ليست بمستوى وقف التسوية الكبرى أو استمرار النزاع هي فعلا كما ذكرت لك قابلة للحل بسهولة عندما ذكرت هناك نقطتان في إجابة سيدي العميد عذرا على المقاطعة دعني أنذهب إلى سيد بيلار حتى لا نطيل عليك ذلك فيما يتعلق بربط الجبهات الجنوب اللبناني بحرب غزة لكن أنت سأل سيد بيلار في حال أعلنت إسرائيل الانتصار على حركة حماس وانتهت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أو تم التوافق على هدنة ومقترح بايدن تم العمل عليه نتمنى ذلك قريبا هل ستهدأ جبهة الجنوب اللبناني هكذا يقول الحزب في الحقيقة هناك علاقة متوخمة ما بين الأوضاع في غزة وما بين لبنان والأوضاع في قطاع غزة أيضا وكما كان الأمر واضح وجالي أن الموقف الحالي والتي بدأت من تحوال 9 أشهر مضت وكل ما يحدث في منطقة جنوب لبنان هي نوع من التعاطف مع الفلسطينيون الذين عيشون في قطاع غزة لذلك في حالة مقامة حكومة إسرائيل بإعلان أي تنوع من الانتصار على غزة في حربها على غزة هذا سيعني أنه لن يضع حدا نهائيا لوقف تطلاق النار لأن هناك مطالبات أخرى من جانب حماس وطالما أن إسرائيل لم تقوم بتلبية كل احتياجاتها من المتوقع أن نرحينها مقاومة من جانب حماس لذلك في الحقيقة لن يكون هناك سلام حتمي إذا رأينا مثلا حكومة نتنياهو تعلن انتصارها في منطقة غزة ويقول نحن أن ننتجه إلى الشمال هذا من شأنه أن يزيد من فرصة أن تكون إسرائيل بتوسيع رقعة الحرب إلى لبنان ليس لأي تسبب في غزة ولكن لأن هناك أسباب داخل يعدى مثل مثلا أنهم يحاولون في في توسيع الرقعة التوترات وإضافة وهذا سيزيد من القلق ومن التهديدات لجنوب لبنان النقطة الأخرى على عجالة سيد بيلار طرحها سيادة العميد أي حل سيكون بين إسرائيل والحزب بناء على القرار الأمم 17-01 هل هناك منبد للعودة مجددا إلى هذا القرار وأيضا تطبيق كل ما جاء فيه بعد الحديث عن الثلاثة عشرة نقطة التي تم التشاور والمفاوضات حولها هناك سبع نقاط عالقة هل سيقبل الحزب مثلا بانسحاب قوات الردوان قوات النخبة إلى شمال الليطاني سيد بيلار نعم من الجيد بمكان أن يكون لدينا قرار مجلس الأمن والذي يتحدث عن هذه النقاط إذا قمنا بتطبيق هذا القرار سيكون لدينا ربما بعض حالات الإيجابية ولكن دعنا نقول أننا عندما نصل إلى اتفاقية جديدة إذا كان هناك وساطة فيها ما بين الحماسيون وما بين الإسرائيليون والحوثيون لا أعتقد أن إسرائيل ستتقبل بأي انسحاب لكل الكوات إلى نهر البطاني سؤال الآخر فيما يتعلق بما يستطلبونه في المقابل هل سيكون لك قرار آخر في مجلس الأمن حيال هذا ومرة أخرى كما نقول الموقف في قطاع غزة وما يحدث على الأراضي اللبنانية مرة أخرى هو بسبب التعاطف مع الفلسطينيون القاتلون بقطاع غزة إذن تؤكد على هذه النقطة سيدة العميد حسن أنتقل لك فيما ذكر السيد بيلار ولكن الكل لا يريد الحرب حتى لبنان بالتصريحات التي نتابعها بالتصريحات السياسية الكل يجمع أنه لا يريد الحرب حتى أنتوني بلينكن وزير الخارجية قال لبنان إسرائيل حزب الله إيران الكل مجمع أنه لا حرب على هذه الجبهة ولكن ما الضامن بأن يكون السيناريو الذي ربما رجحه قبل قليل ويكون ضمن السيناريو إسرائيليا يتم التوجه إلى حرب بعد الانتهاء من الحرب في قطاع غزة وفتح جبهة مع الشمال هكذا يعد نتنياهو كل اليمين المتطرف يجب حسم المسألة دبلوماسيا أو حتى عسكريا نعم أنا أوافق معك أن الجميع فعلا لا يريد الحرب بما فيهم إسرائيل ولكن يعني برأيي أن الحرب كقرار في المنطقة كقرار يتخذ من بعض الأفريقاء ويفرض على الواقع ليس موجودا وليس له يعني ليس محتملا ولكن الحرب كأنزلاق غير يعني مدروس نتيجة انفعالات معينة وخاصة عند قيادات يعني إلى حد ما مرتبكة كي لا أقول موتورة هذا أمر وارد لأننا نحن يعني بالنهاية نحن بشر والقادة هم بشر أيضا وهناك ظروف معقدة في القيادة السياسية تحديدا الإسرائيلية والمستوى السياسي الإسرائيلي وأعني بذلك تحديدا رئيس الحكومة نتنياهو إذا قيمنا وضعه الشخصي هذا المسؤول إذا قيمنا وضعه الشخصي نجد أنه فعلا يعيش تعقيدات يعني مركبة في وضعه السياسي في علاقاته السياسية مجلس الحرب الذي كان يقود العملية العسكرية كمستوى سياسي سقط المعارضة الإسرائيلية تواجهه الآن الشارع يطالبه بالسقوط وبالقبول بصفقة وغيره يعني إذا كل هذه التعقيدات قد يخرج موقفا غير عاقلا وبالتالي هذا ما قد يؤدي إلى انزلاق وهذا غير مستبعد بالتأكيد والحرب نعم نعم أشكرك والحرب تبدأ بطلقة يعني بطلقة غير معقولة وغير منطقية غير محسوبة وغير يعني واقعية وغير محسوبة وتتدحرش الأمور أشكرك جزيلا الشكر كنت معنا من بيروت نائب رئيس الأركان العملية في القوات المسلح اللبنانية سابقا سيادة العميد حسن جونيوة من واشنطن كان معنا مساعد مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية سابقا السيد بوربيلار شكرا جزيلا لكم نهاية هذه الحلقة من برنامج مدار الغد شكرا لكم على كرم المتابعة المنتقى غدا في ذات الموعد دوما في أمان الله اشتركوا في القناة